عمرك فكرت ان انت ممكن بعلبتين زبادي تحلي ازمة ومشكلة بتحصل لنا كلنا في الاجازات والاعياد لما الفرام بتقفل ايوة احنا هنعمل بعلبتين الزبادي دول عيش المخدات او الخدديات حاجة كده جميلة عيش بينفخ كله في الفرن والولاد هيقوموا بقى بدل ما ما يلاقوش عيش يلاقوا عيش جميل يعملوا منه احلى سندوتشات انا اناس عباس اللي لسه ما تابعنيش يتابعني على قناة الوصفة وكمان يتابع القناة والبيديو والجروب والانستجرام والتيك توك باسم شيف اناس عباس ايه نوسا يا نوسا الجمال ده طماطم وفلفل وجبنة وعيش مخدات حاجة جميلة قوي هفتحه بقى كده وهجيب حتة من اللانشون احطها كده في العيش يا السلام ايه الجمال ده يا نوسا يا نوسا يعني كده عيش رؤية جميل منفوخ والطعم ولا اروع على طول على طول انا جبت علبتين الزبادي دول وهفضيهم كلهم بقى بالاشطلع الوش بتاعتهم الجميلة دي هحط العلبتين كلهم كده في الطبق وهحط عليهم معلقتين صغيرين من الخميرة الفورية وكمان هحط عليهم 3 معلق من السكر يبقى احنا كده حطينا الزبادي مع الخميرة مع السكر وهقلب بقى كده كويس قوي لحد ما ضمن ان السكر والخميرة يكونوا امتزجوا كويس قوي مع الزبادي وهجيب بقى كده على طول على طول كبايتين كبار من الدقيق وهبدأ ان انا اضفهم هم كمان على الزبادي اللي احنا زبطناه بقى بالخميرة والسكر ومدام حطينا الدقيق هنحط كمان رشة من الملح وهبدأ بقى كده أعجن الدقيق وهزود الدقيق لما أحتاج تاني تقريباً هحتاج لكوباية كمان من الدقيق مش هنحط ولا نقطة مية خالص احنا هنعجن كله بالزبادي دلوقتي العجينة بدأت تلم معايا وباية جميلة قوي زي ما انتم شايفين كده بس بتشبط في الإيد شوية هحط عليها كده رشة من الدقيق وهغطيها بكيس وفوق الكيس كمان هحط فوطة وهسيبها حوالي تلت ساعة كده تخمر وجبت بقى على طول كده الردة أو النخالة اللي احنا بنجيبها من عند العطار عشان هفرد العيش عليها لو ما عندناش الردة أو النخالة دي اللي هي القشرة بتاعت الأمح ممكن نفرد على دقيق عادي جداً تابع زقنا وتفضلنا أنا بس عايز العيش يكون صحي شوية فهحط معاه الردة أو النخال جبت كده بقى الكيس وفردت عليه شوية من الردة وهقطع العجينة بتاعتي لتلت كور كبار خلاص كده الكور بقت جاهزة حطناها على الردة أو النخالة ولو ما عندناش هنحطها على الدقيق وفردت برضو كده شوية من الردة وعلى وش العجينة شوية من الدقيق وهبدأ إن أنا بيننا الشابة أفردها لحد مدتني المستطيل الكبير ده وبالمقطع بقى كده أو السكينة هقطع الحروف بتاعتها والحروف دي طبعاً نركناها على جنب لأن احنا هنعمل بيها عيش زي العيش السن بالزبط زي ما انتو شايفين زبطت بقى كده الحروف بتاعتها وخلتها مربعات أو مخدات أو خدديات زي ما انتو شايفين الشكل الجميل بتاعها وجبت أكياس كده وفي طبق صغير وهبدأ أرص العجين بتاعي اللي أنا فردته وقطعته بس أهم حاجة ما بين كل واحدة وواحدة هنحط كده حتة من الكيس أو فوطة علشان العيش ما يلزقش في بعضه زي ما انتو شايفين بقى جميل كده بمنتهى النظافة رصيت كل العيش بتاعي مقطع كده على شكل خدديات أو مخدات وهسيبه بقى كده كمان يخمر لمدة ربع ساعة علشان نضمن ان هو هينفخ ويبقى جميل قوي في الفرن لما نغبزه جبت بقى الصاجة بتاعت الفرن ومشغلة الفرن على أعلى درجة حرارة ودي حاجة مهمة جداً جداً ان الفرن يكون عالي جداً جداً علشان العيش بتاعنا ينفخ كده ويبقى جميل وممكن برضو نسويه في التاصة على عين البتاجاز طبع الحاجة المتاحة عندنا خلاص بقى كده الفرن بقى سخن جداً هحطه كده على الشبكة في النص وانا مشغلان من فوق وتحت مع بعض زي ما انتو شايفين بدأ بقى ينفخ كده على خفيف في الفرن اهو بدأ بقى يبقى من جوه منفخ زي البلونة مليان هوا من جوه كله ما شاء الله العيش كله منفخه جميل قوي زي ما انتو شايفين والريحة مش ممكن يا جماعة ريحة الزبادي مع العجين بتاعنا حاجة كده جميلة قوي قوي بيملى البيت فعلاً كله بركة حروف العجين بقى اللي انا كنت بقطعها عجنتها بشوية من الردة وعملت منها برضو عيش هيبقى عيش سن زي اللي بنشتري من برة بس ده ابن اضافت وحلاوة البيت بقى زي ما انتو شايفين هخلص الاول الابيض العيش الابيض الجميل اللي احنا عملناه المخدات الجميلة دي وهرص بقى كده العيش بتاعي وهجيب بواقي العجين اللي انا زبطتها كده وعملت منها العيش السن لان هيبقى اتغمقى زي ما انتو شايفين كده علشان انا عجنتها بالسن لو عجناها بالعيش بالدقيق الابيض العادي هيبقى ابيض زي دوت قورتها كده وفردتها برضو قطعتها زي ما انتو شايفين كلها حاجة جميلة قوي يعني من كبايتين ونص او ثلاث كبايات من الدقيق الدوني الكمية الجميلة اللي انتو شايفينها دي حطت بقى كده للولاد شوية من الجبنة وحبة من الطماطم والفلفل عشان اللي يقوم بقى عايز ياكل بدل مكان مفيش عيش لا ده هيعمل سندوتشات جميلة وجنبها بقى كده كبايت شاي بلبن او حاجة كده او كبايت شاي سادة يا سلام وياكل احلى حاجة عملت كده سندوتش من اللانشون هفتح لكو برضو العيش اللي هو السن اللي انا عاملاه زي ما انتو شايفين منفوخ جدا وجميل قوي ومفوش ولا نقطة عجين من جوه حاجة كده الطعم ولا اروع انا بقى طمواكل مش عشان انا عايز ااكل عشان انا عايز اطمنكو انه هو جميل قوي خلاص كده بقى البيت اتمنى خير وبركة هجيب بقى كده بعد ما كلت عشان اطمنكو هجيب اكياس تلاجة وهبدأ اروس العيش الجميل بتاعي كده اسم الله ما شاء الله الكيس بقى مليان عيش حلو قوي هرس دوت وهرس برضو العيش اللي هو السن الجميل اللي انا عملته اللي عايز ياكل كده ياكل اللي عايز ياكل كده هيلاقي بقى سندوتشات جميلة يعملها بألفة هنوشف